ابتدائية مكناس بثلاث سنوات سجنا في حق تلميذ يدرس بسلك البكالورية بتهمة القذف وإهانة المقدسات التلميذ البالغ من العمر 18 سنة استعمل في تدوينة فيسبوكية كلمات أغنية عاش الشاب التي تضمنت عبارات مسيئة لجهات علية في البلاد وآثارت الأغنية المذكورة التي أصدر كل من القناوي والزعر والقرية قبل ثلاثة أشهر جدلا واسعا بسبب كلماتها الجرئة وتضمنها لانتقادات غير مسبوقة للنظام كما أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون أول عمس الأربع مغني الراب حمزة الشهير بستالين بأربع سنوات سجنا نافذة على خلفية اعتقاله بسبب أغنية متيرة أصدرها على قناتي في موقع اليوتيوب المعني بالأمر المنحدر من مدينة المرصة بقرب العيون يتابع دراسته في السنة الثانية باكالوريا وهو ابن متقاعد في القوات المسلحة الملكية وقام المغني قبل شهرين بإصدار أغنية تحمل اسم فهمنا تحدث خلالها عن الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد مع استعمال أوصف مسيئة في حق جهات عليا ترجمة نانسي قنقر